أولا شكرا جزيلا على الاستطافة أنا اللي أعتقد أنه استبعاد السيد المحافظ السابق هو ليس بموضوع الحوالات وإنما في السياسة التي تتبعها البنك خلال الفترة السابقة بأنه لم يدقق في المستندات المقدمة من البنوك والصرافين لشراء الدولار من خلال النافذة هذا الخطأ الأساسي استبعاد البنوك الأربعة ما جاء بقرار من الدولة العراقية وإنما جاء بناء على توصية من بنك الاحتياط الفدرالي اللي شكك في حوالات هذه المصارف الأربعة كان سبب أساسي في تقليل الكميات المشترات من النافذة نعم لكنه استبعاد السيد المحافظ السابق كان واحد من أدهن هي هذه لأنه البنوك الأربعة كانت مصنفة تصنيف عالي وتأخذ حصة عالية فبالتالي أثر استبعادها على موضوع عرض الدولار في السوق هذا الأساس الأول بس هي الحقيقة أنه المنصة التي استعملها البنك المركزي في موضوع تدقيق المستندات المقدمة للشراء وتأخير هذه العمليات للتدقيق من قبل الاحتياط الفدرالي الأمريكي كان هي الأساس في أنه قل طلب البنوك والصرافين للشراء من النافذة نعم كان متوقعا المؤشرات التي موجودة على البنك المركزي الحقيقة السبب الأساسي أنه طلب بعض الجهات التدخل في سياسة البنك المركزي ورفض البنك المركزي من قبول هذه التدخلات اللي أرجو أن أوضح القرار في البنك المركزي ليس شخصي وإنما جماعي ويعتمد على مؤشرات وبيانات إحصائية كثيرة فبالتالي العلاقات والمعرفة بدواخل الأمور في الاقتصاد العراقي يطلب أن يكون القرار متخذ بناء على حكمه وبناء على معلومات وبيانات فبالتالي المحافظة الجديدة إن شاء الله باعتبارها سبقاً اشتغل بالبنك المركزي فترة حوالي أربع سنوات ولوجود علاقات طيبة بينه وبين المصارف خصوصاً مع رابطة المصارف إضافة إلى ذلك الثقة الموجودة بالسوق بشخص الكريم أعتقد راح أتأثر في موضوع إيجاد وسائل خلال فترة مثل ما هو محدد لثلاثة شهر أو شهرين ونص لإرجاع سعر الدولار إلى ما كان عليه سابقاً مؤرجع أقول لك القرار جماعي فبالتالي مثل ما يقولون المثل اللي يقول الوحدة بآمرها فسيد العلاق باعتباره نجح في موضوع إدارة البنك المركزي سابقاً وإيمان السوق بحكمته وبقدرته الإدارية فرض نفسه أن يكون العلاق الآن هو المحافظ بدل المحافظ السابق اللي نشكره على جهوده في دعم العملة العراقية والله تعذرني ما لأنه أنا ما مطلع على خفايا الأمور بالنسبة للبنك العراقي للتجارة فما أقدر أقيم ما هي الأسباب اللي أدت إلى إحالة السيد مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد أستاذنا الكريم خلينا أخذ الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنه الآن العالم يتعامل بالدولار في كل العالم فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تراقب تدفقات الدولار واستخداماته في كل العالم والعراق جزء منه قد يكون يمنحون فرصة للتعديل مسار السياقات التحولات فرصة إلى أن نوصل إلى الحد اللي تطلبه الإدارة الأمريكية بس هذا لا يعني أنه هذا رح يأثر على السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية الشيء اللي مطلوب الآن هو أنه نبحث كيفية تعديل مساراتنا الداخلية هناك وسائل تشجيعية كثيرة لغرض ممكن أنه نقلل الطلب على الدولار وبالتالي تراجع أسعار داخلية هذا المفروض أنه يستعان بالخبرات الموجودة بالعراق السابقة والجديدة بالتالي اللي وضع سياسة عامة لغرض مسار الدولار واللي موجود أنت تعرف أنه العراق دوليا المصارف العراقية اللي موجودة ليست منتشرة على مجال دولي وإنما على مجال نطاق إقليمي وهذا واحد من الأسباب اللي تحد في موضوع تحكم البنك المركزي في موضوع العملة لأنه إحنا المنفذ الوحيد اللي مقبول دوليا هو المصرف العراقي للتجارة بقية البنوك مع احترامي وتقديري تدري أنت تعرف أن الرافدين والرشيد مجمد ما عنده علاقات دولية المصارف الخاصة اللي موجودة فقط على نطاق إقليمي تتعامل وليس على نطاق دولي بس اسمح لي بس اسمح لي أقول لك فالشي واحد حسب التصريحات الإيرانية حجم التعامل العراقي بحدود 18 مليار دولار يشمل أيضا التجهيز الكهرباء والغاز حجم التجارة يقدر حجم التجارة اللي موجود بيننا وبين إيران بين 9 إلى 10 مليار دولار هنا لجب أن نضع الخطوط العامة لكيفية تمويل التجارة اللي إحنا كنا قبل 2003 في ضوء الحصار سوينا تجربة ونجحد التجربة سوينا منطقة سميناها منطقة تبادل في منطقة فايدة بالقريبة دهوك اللي هنا موجودة وكانت أنه تجينا المواد الغذائية والكذا وتستلم لأن وزارة التجارة كانت هي المسؤولة عنها وتسدد القيمة بالبترول منتجات بترولية اللي كانت متاحة أنها داخليا فبالتالي يصير تبادل يعني مقايضة مقايضة مواد غذائية بالبترول الآن المفروض أنه إحنا مع إيران في ضوء هذا نأخذ موافقة من مجلس الأمن ومن السلطات الأمريكية إنشاء منطقة تبادل على الحدود العراقية الإيرانية هذه المنطقة يسمح بيها أنه أستنم بضايا إيرانية وأدفع بيها القيمة بالدولار بحدود محينة ضمن الموجود فهذا رح يصير التاجر العراقي عنده دولار نقدي يسدد الإيران والإيران تنطيني السراحة الموجودة واحد اثنين يجب أن العراق يستغل هذه الفرصة أن يحصل موافقة على أن يسوي منطقة مثل ما سوينا مع الأردن الأردن كان يستوردنا ويعيد تصديرها إلى العراق نحن أيضا ممكن أنه السلح المسموح بيها من قبل السلطات الدولية أن تجهز إلى إيران العراق يستوردها ثم يعيد تصديرها فبالتالي مقابل السلح الإيرانية يسدد بالتصدير العراقي فصير عملية مقايضة سلاحية وليس معاملة لقت بسلعة لا 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 أريد أورضح نحن نشتري من العالم كل السلح الإيراني التي تحتاجها ليس من الأردن أي شيء تحتاجها مثلا إيران أدوية نحن نستورد الأدوية ثم يعاد تصديرها إلى إيران مقابل سلاح إيرانية تجهزها للعراق إذا تسمح للدينار العراقي دينار العراقي نشوف نحن مرينا بتجارب كثيرة وبصعوبات كثيرة وخصوصا في فترة الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها في فترة الحصار أول شيء التنسيق يجب أن يكون بين السياسة المالية والسياسة النقدية لأن السياسة النقدية تخدم السياسة المالية السياسة المالية هي الأساس فبالتالي يجب أن تكون هناك حلقات مثل ما يقولون تواصل وتفاهم بين المؤسستين وزارة المالية والبنك المركزي هذه واحد اثنين يجب تشكيل مجلس أعلى للتنسيق الاقتصادي تشترك بي مؤسستين المالية والبنك المركزي زائدا الوزارات ذات العلاقة بموضوع السوق الثلاثة أنه أنت الآن يعاد النظر في سياسة الاستيرات يجب تفعيل وضع منهاج استيرات يخصص لكل سلحة مبلغ معين من الاستيرات خلال السنة وبعدين ينصنف التجار المستوردين كل واحد يأخذ بإجازة استيرات من خلال التخصيص المخصص للسلحة التي يريد استوردها هذه اثنين ثلاثة يجب تفعيل قانون تنظيم التجارة كان موجود واللي مجمد الآن لغرض المخالفات وثم أيضا تفعيل المحكمة المالية اللي ينص عليها قانون البنك المركزي هذه الجهات الأربعة تتعاون بيناتها في موضوع تعزيز استعمال الدينار العراقي إضافة لذلك أنا في مقترح عندي أنه تدري الآن السوق يتعامل بالدولار يعني من تريد تشتري سلحة يعملك بالدولار يقول لك هلقى الدولار أنا حتى أشجع تشجيع بالدينار التعامل بالدينار العراقي بدل الدولار أنضي سماح للبائعين اللي حاصلين على هوية غرفة التجارة أو أي مؤسسة أخرى أنه يقدر يستبدل يبيع بالدينار العراقي ويستبدل هذا الدينار العراقي في حسابات توضع فيه المصارف على سعر 1470 لكن هذا الدولار اللي يتودع بالحساب ما ينسحب للتداول بالسوق وإنما لغرض تزديد الالتزامات الداخلية يعني تاجر المفرد اللي يبيع مثلا الثلاجة يأخذ من تاجر الجملة يبيع بالدينار العراقي يودي الدينار العراقي للمصارف يشتري دولار هذا الدولار اللي يتسجل بحسابه يحول إلى حساب التاجر الجملة اللي بايع للثلاجة التاجر الجملة اللي بايع للثلاجة أكو مستورد جايب للثلاجة أيضا هذا الدولار اللي يأخذ يودي إلى المستورد هذا المستورد عنده إجازة استيراد يستخدم هذا الرصيد ما للدولار اللي مسجل بحسابه لتمويل عملية الاستيراث فبالتالي نشجع تعامل بالدينار العراقي ونقلل من طلب الدولار في السجن